تعرف انه ممكن يتم اختراقك وانت بتستخدم شات جي بي تي حتى لو مضغط على اشي غلط اليوم رح افرجيك كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي نفسه لتحمي حالك من الهاكر والفيروسات خطوات سهلة وسريعة يمكن رح تسألني طيب كيف ممكن يتم اختراق وانا بس بستخدم شات جي بي تي جواب بسيط المشكلة مش في شات جي بي تي نفسه المشكلة في الروابط في الملفات والاضافات اللي بتتعامل معها اثناء عملك على شات جي بي تي في مواقع بتقلد واجهة شات جي بي تي ولما تسجل فيها حسابك بتسرق بياناتك بعض الاضافات الاستنشنز تحكي انها بتحسن تجربة شات جي بي تي لكنها بتراقب كل اللي بتكتبه وممكن ملفات او اكواد بتشاركها مع الذكاء الاصطناعي ممكن تحتوي بيانات حساسة والهكر يستغلها عشان هيك اليوم مش بس رح نحكي كيف تحمي حالك وجهازك رح نستخدم شات جي بي تي نفسه طريقة امنة عشان خلي يساعدنا نكتشف اي نشاط مشبوعة للجهاز شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي ممكن يعرضك للخطر لو استخدمته غلط بس ممكن يكون سلاحك للحماية لو استخدمته صح السلام عليكم انا اسامة النصر اليوم رح اعلمك كيف تحمي نفسك من الفيروسات والهجمات بدون مصطلحات معقدة وباستخدام شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي في افكار بتقدر تطبقها الان بس قبل ما نبدأ خلينا اشاركك شغلة مهمة مايكروسوفت بتحكي انه عملاءها بيتعرضوا يوميا لستمائة مليون هجمة الكترونية ودراسة من جامعة ميرلند بتحكي انه هجوم سيبراني بيصير كل 39 ثانية يعني 2244 هجوم يوميا وفي شركات مثل فورتينت وغيرها تحكي انه المعدل العالمي من 4000 ل 74000 هجوم يوميا بحدث ارقام هاي لحالها كافية خلينا نعرف اهمية الحماية فاذا بدك امان حقيقي لجهازك لحساباتك اضغط لايك باشتراك وخليك معي عشان افاهمك القصة منيحة هون بنركز على الجهاز نفسه كمبيوتر او اللابتوب او حتى الموبايل لا تنزل كراك او برامج مقرصنة غالبا بكون محا فيروسات او برامج تجسس اشتري نسخة اصلية او استخدم بدائل مجانية موثوقة اهمل ريستور بوينت بانتظام لجهازك قبل اي تحديث او تثبيت اي برامج جديدة سوي نقطة استعادة هي ببساطة نسخة من النظام تقدر ترجع لها لو صار اي خلل خلينا ارجيكو كيف روح على السيرج اكتب ريستور بوينت رح يطلع لك خيار كريات اريستور بوينت اضغط انت اعتطالك هذه النافذة منها روح على كريات اضغط على كريات اكتب هون اسم النقطة الخاصة فيك انا بنصحك تكتب اسم واضح وايضا يكون فيه التاريخ على سبيل المثال انا كريات الاسم بفور اندرسكور باكب عشرين خمس وعشرين عشر ستاش الو هو تاريخ تسجيل الحلقة ودائما نخلي اسمعك واضحة اضغط على كريات تاخد بعض الوقت بعدها بعطينا the restore point was created successfully اضغط close عشان نتأكد او اذا احنا حبينا نرجع لهاي النقطة يمكننا نذهب الخيار system restore في هذا الخيار بعطينا recommended restore لا انا بدي اختار choice a different restore point بعدين next بعدين هون رح اشوف انه انا كريات الوحدي before underscore backup عشرين خمس وعشرين عشرة ستاش وهي التاريخ تمحها كمان تمام بالتالي بيمكن اضغط next واسترجع هذه النقطة رح يرجعنا لنفس اعدادات الجهاز الخاص فيه في هذا اليوم طبعا اتذكر هذه النقطة ما بتمسح حداتها الخاصة فيك ولكنها بتعدل على اعدادات النظام نزل مضاد فيروسات موثوق يعني antivirus فعل التحديثات على الantivirus وفعل الفحص التلقائي ولا تكتفي فقط في الفحص التلقائي انت فعل الفحص على جهازك بشكل دوري كون كل فترة اعمله سكان راقب استهلاك السي بيو والرام لو الجهاز شغال بصوت عالي او استخدام عالي بدون سبب ممكن يكون في عندك برامج تعدين خبيثة شغالة بالخلفية يعني هي بتستغل resources جهازك لصالح الهكا بطبع تصحكون في استخدام برنامج MSI افتر بانر اوضعا عن التاسك مانيجر لانه في بعض البرامج الخبيثة بتتوقف في حال انت شغلت التاسك مانيجر طيب وهون خلينا نستخدم تشج جي بي تي نفسه لانه نفحص خلينا ننتقل للجانب العملي روح على search windows اكتب power shell زر هذا الخيار هذه راح تخرجك هذه النافذ اكتب الكوماند اللي راحض عليك يا بالاسفل ولكن نصيحة مني قبل ما تأخذ اي كوماند من اي يوتيوبر او اي موقع او اي شرح على الانترنت او حتى من اذا كان اصطناع نفسه لازم تكون عارف هذا الكوماند ايش بعمل اذا انت عارف هذا الكوماند ايش بعمل طبقه ما في مشكلة ولكن لو انت ما بتعرف هذا الكوماند ايش بعمل اي شخص شرح لك اياه او نصحك فيه او حتى chat GPT اعطاك اياه امسك الكوماند روح على chat GPT غيره اعطيه الكوماند واسأله ايش بعمل هذا الكوماند ممكن يكون هذا الكوماند ممتاز ولكن ممكن يعدل بعض الامور عندك اللي انت اساسا بحاجتها فدائما افحص الكوماند قبل تطبيقه ممكن يعدل امور يكون صعب عليك العودة فيها والرجع فيها فدائما افحصه واعرف هذا الكوماند ايش بعمل بالضبط نرجع للشغل اكتب هذا الكوماند قلت processes sort object process name enter هذا الكوماند رح يعطيني كل processes الشغالي عندي على الجهاز مع رقمها التعريف داخل النظام البي اي دي اذا بتلاحظوا كمية البروسيس جدا كبيرة انسخ جميع هذه البروسيس واعطيها لتات GPT واعطي البرومت هاي لتات GPT هاي نتيجة تنفيذ الامر get processes في حص العملية هل فيها اي شيء مشبوه تمام بعد الفحص ممكن تات GPT يعطيك انه ما في شك لأي عملية وممكن يعطيك انه في شك لو كان في شك هو ممكن ينبهك وممكن يطلب انك خطوة قادمة او انا ممكن اختصر عليك الخطوة القادمة بامكانك تنفذ الكوماند التالي وايضا اعطاءه لتات GPT حتى يحلله الكوماند التالي اش بعمل رح يارضينا للبروسيس مع الباث الخاص فيها مع مكان وجودها بالضبط على النظام خلينا نشوف مع بعض كيف نتجب ناخد هذا الكوماند كوبي نذهب للباورش المرة اخرى وننسخ هذا الكوماند انتر راح نلاحظ هون ان هذا الكوماند قام باعطائي مكان وجود البرنامج واسم للبروسيس اللي هو شغالها وهي نقطة جدا مهمة كما لاحظنا في النتائج هون انه اعطاني اسم للبروسيس على سبيل مثال انا بستخدم متصفح واترفوكس هذا هو متصفح واترفوكس وهذا اسم لبروسيس الخاصة فيه واترفوكس وهذا رقمها الاي دي متى اشتغلت وهذا هو كان وجودها طيب لو انا شاك كيف عندي مشكلة في الكونيكشنز او بالاتصالات يعني انا بدي اعرف هل في حدا خارجي عامل اتصال على جهازي قد يكون املكيشن آمن قد يكون اتصال غريب كيف بدنا نعرف برضو نرجع للباورشيل اكتب هذا الكوماند رح اضع لكياب الاسفل اخذوا كوبي ونفذه في الباورشيل نرجع للباورشيل ناخذ الكوماند كوبي نتستات انتر بلاحظ الان انا جهازي عامل مجموعة كونيكشنز بامكانك تاخد جميع النتائج هاي الكونيكشنز وايضا تذهب لتشات جي بيتي وتطلب منه فحص هاي العمليات انا رح اطيضا للبرومت افحص لي هاي النتائج هل في اي اتصال او عملية مشبوهة على جهازي هون جهازي بيتي اعطاني تحليل كامل لكامل الكنيكشنز اللي عندي ايضا اعطاني هل في شيء مشبوهة الان لا يوجد دليل مباشرة لاتصال خبيث طيب لو كان انا عندي اتصال خبيث وانا شكيت فيه ايش ممكن اعمل بشكل سريع اعكيلك ايش تعمل ايضا ارجع للباورشيل اكتب هذا الكوماند اكتب رسس ماينس اي دي الان لازم تحط ال اي دي الخاص في الكنيكشن على سبيل الثاني انا بدي اعرف تفاصيل هاي الكنيكشن واخد هذا ال اي دي اللي هو اخر رقم واخده كوبي ووضعه هون في الكوماند الخاص فيه تمام بيبكينا اخد اكثر من كونيكشن على سبيل الثاني مثلا بدي اشوف كمان تفاصيل هذا الكنيكشن واخده كوبي ايضا احط كوما عندين رقم ال اي دي الثاني انت الان جهازي اعطاني باورشيل اعطاني مين اللي بستخدم هذه البروسيس الاول فايرفوكس الثاني واترفوكس الاثنين متصفحات فهي في حال كان فيه كونيكشن مشبوهة بامكانك فحصها بهذا الشكل طبعا اذا كان فيه شيء مشبوه لا تكتفي فقط في هذا الفحص لحد هون لازم تتخذ الخطوة ما بعدها الاو هي اجراء فحص بالانتي فيروس وايضا تفعيل الخطوات اللي رح نيجع لها بعد شوي في الفيديو خاصة فيك على ملفات نصية على جهازك يعني على ملف تكست الهاكر بيستهدف وهي الملفات اول شيء اجمالا وعبضا عن ذلك استخدم اي باسورد انت بتفضله ويحفظ فيه باسوردات الخاصة فيك اعمل نسخ احتياطي شهري على الاقل خزن ملفاتك المهمة على هاردسك خارجي او على الكلاود هون بنحكي عن سلوكك على الانترنت لا تضغط ابدا على اي روابط او اعلانات مشبوهة وهي جدا مهمة وخطيرة وغالبا هاي بتخبي برامج خبيثة انا شخصيا اخترقت عن طريق الضغط على اعلان غريب راح اضعلك رابط الفيديو تنب المواقع اللي مليان اعلانات او بتطلب تثبيت اضافات غريبة مجرد ما المواقع يطلب انك تثبيت شيء غريب اخرج فورا منه فعل الويب شيلد على برنامج الحماية على الانتفيروس هاي ميز في برامج الحماية بتمنع المواقع الخبيث لما تجي تفتحها انها تشتل عندها لا تحفظ كلمات السيرف المتصفح استخدم باسورد مانيجر فعل 2FA وحط سقف مالي لحسابك البنك هيك حتى لو صار تسريب لا سمح الله الضرر محدود اهم نقطة هي حساب الايميل لانه بوابتك لكل اشي فعل استخدم كلمات مرور مختلفة لكل حساباتك وقوية لا تستخدم نفس كلمة المرور لكل شيء رح تلاحظ نفسك عندك نمط معين في وضع الباسورد لمعظم الحسابات او قد يكون باسورد واحد لا تكرر هذا النمط استخدم باسوردات مختلفة اربط الايميل برقم الهاتف وفعل اشعارات الدخول يعني لو صار دخول جديد على حسابك بوصلك مباشرة رسالة او ايميل لا تسجل دخول على اجهزة عامة او اجهزة غير موثوقة واتذكر الايميل هو المفتاح الذهبي عندك لو راح كل حساباتك بتنهاء خلاص هاي كانت اهم الخطوات اللي بتقدر تطبقها الان استخدامك للاي اي مش خطر لو استخدمتو صح لو استفدت اضغط لايك واشتراك وفعل الجرس شارك الفيديو مع صديق محتاجها الحماية تحت الفيديو رح حط كل الاوامر المستخدمة والمصادر ايضا في فيديو عملته عن كيف تتصرف لو حدث عندك اختراق لا سمح الله رح شوفه بشوفك هناك وقتك ثمين ذكرت قضي في شيء مفيد